صحيحة صارة يمكن كمان تابعنا على شاشة قاتل نادي الاهلي كلمة معالي الوزير خليني باختصار يعني اقول لكم اهم النقاط اللي جات في كلمة معالي الوزير هو اتكلم عن التطوير الرياضي وكانت من احد اهداف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة منذ توليه المسئولية ممكن من سنتين وشوية التطوير الرياضي والطرح الاستثماري واتكلم عن رقم كبير مليار ربعمية مليون جنيه تم انفقهم في الاستثمار الرياضي ومراكز الشباب ايضا تم انفق رقم كبير على الاستثمار فيها وقال كمان ان التوسع في انشاء فروق جديدة للانديال الجماهرية هي الخطة القادمة للوزارة واللي ابتدت طبعا ابتدها النادي الاهلي باهلي الاكسر وشكر مجلس ادارة النادي الاهلي وشكر طبعا مسؤولين في مدينة طيبة الجديدة اللي طبعا شفنا لقطات لها على شاشة قاتل النادي الاهلي ان هي مدينة جديدة زي ما يقولوا او امتداد جديد لمدينة الاكسر وشكر كمان المسؤولين عن شركة استدادة هروح لكلمة المهندس سيف الوزير اللي كانت بعدها رئيس مجلس دارة شركة استدادة مصر والاوضو المنتدى بها كانت كلمة مقتضبة وصلت رسائل معينة قال النادي الاهلي قدم ابطال كتار في كل الالعاب وقدم يعني خدمات جليل لمنتخبات مصر وقال ان هو بيعمل على خلق فرص استثمارية هائلة كلام في المضمون كلام بيعبر عن سياسة واضحة لهذه الشركة الوطنية العملاقة التي ولدت عملاقة ده قدرها وان هي تتبنى سياسة الدولة المصرية نروح لكلمة كابتن محمود الخطيب والحقيقة دايما كابتن محمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب طبعا كان لعب كبير ويعلم جيدا النجاح بيجي منه كابتن محمود الخطيب قال لنادي الاهلي سباق صاحب رسالة وطنية كلمة واضحة نادي الاهلي سباق وقلنا الكلام ده طبعا واكيد كابتن محمود الخطيب يعني ما يقول وصاحب رسالة وطنية وقال إن أهل الأكسر بداية وليست نهاية وهذا الكلام مهم أيضا زي ما قلناها في بداية اللقاء مع حضراتكم إنه الأكسر أو أهل الأكسر هي بداية وإن شاء الله سيتم التوسع في محافظات أخرى وقال طبعا أشاد بالخطة أو بالتعاون الاقتصادي مش تعاون ده التحام اقتصادي مننا بين شركة استادات الوطنية بين نادي الأهل وشركة استادات طبعا إنه الأول استاد السلام الأهلي قناة النادي الأهلي وتطويرها أهل الأكسر وقال إن شاء الله الفترة جاء يكون فيه تعاون كمان ومكملين وأكيد مستمرين في السنة ده اللي قاله كابتن محمود الخطيب